اشتركوا في القناة وابس بشت صحيح شو رأيكم الموضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله يصبحكم بالخير أول شيء صحيح رزي الإماراتي بشكل خاص عالم غني جدا وثاري جدا لكن مع الظروف ومع الموضة بدأت تندثر الأشياء بدأ الواحد شوية تخلى عن البشت بدل ما هو بس بشت في الحر صار البشت قاعد في السيارة بس والمنظر في البيت واقتصر استخدام البشت للمناسبات للمناسبات فقط والمعرس حتى مرات المعرس تحس المعرس يعني متردد يلبس بشت وليما يلبس بشت رغم أن البشت أكتر شيء مهم في الزي الإماراتي من العناصر العديدة من العقال والغترة والكندورة البشت شيء مميز وشيء ثري جدا للأسف بدأ يندثر وأنا شغال على موضوع أني أرجع هالأرت وحافظ عليه لأن من موروثنا وشيء مهم جدا مثل الخنجر مثل أي شيء مهم مثل العصى مثلا مثل العصى والخنجر مثل اليرز مثلا صحيح وكل منطقة تميزت في شيء بس فيه شغلة لفتت انتباهي بما أنه حكيت أنه صار فيه تقليل بأهمية البشت أنا لاحظت دخول كثير من المحاريس ما بدي أحكي كلهم بس أنه كثير بس يحطوه على الإيد ولكن بينما أعتقد العرف والأصول أنه يكون لابسه بدخلته لقاعة العرس وكذا يعني يدخل بالبشت فصار أنه يعني محمول على اليد أنه خلاص هاي البشت موجود صحيح أنا أكتر تركيزي كان على البشت منذ صغري من السنين وأنا حاول أركز فيها وأدقق فيها موضة البشت مرت بمراحل وكل مرحلة تقريباً كانت حوالي 25 إلى 30 سنة تغير البشت فمن اهتمامي في البشت أسست مؤسسة البشت العربي ما كان هدفها ربح 100% طبعاً شيء يعني في عالم البشوت في الخليج حالياً مش هاتتجارة العظيمة لكن هدفي فيها توعوي أكثر من يدخل عند المعرس وليطلب المعرس مثلاً البشت أقعد معي يوم كامل أسأل أنت طالب البشت شو المناسبة؟ مزبوط قولي مثلاً عرس وحاب بشت أبيض قلت لي لا في أصول تحب تمشي على الأصول ولا أبيعك وخلاص راح الموضوع قال لي أحب تمشي على الأصول نعم أوكي تحب البشت يكون بالطريقة التراثية ولا بس مودرن نفسها الناس قولي لي بطريقة التراثية تفضل استريح البشت كذا كذا مر في مراحل تحب البشت يكون بالطريقة على الأصول فيه بروتوكولات للبس البشت قبل أن تكون لابس البشت يعني فيه بروتوكول يعني في منطقتنا من الغلط أن يكون البشت بس مصفط على الإيد ويدخل بدون البشت المفروض يكون لابس البشت ويستقبل فيه إلا لو مر حد أكبر سنًا أو أكبر مقامًا يخلع البشت أمامه كنوع من الاحترام طبعاً هالبروتوكولات هاي نعلمها للمعرس ونعطي إياها ونعلمها على أصولها قبل أن يذهب للعرس وأكون أنا نفسي موجود في العرس حولينا المعرس أعطي مثلاً توجيهات المعرس مرات من الربكة والتوتر من التوتر مرات ينسى يكون لابس البشت أو ينسى يلبس البشت أصلاً مرات مثل زيارة وداخل القاع هذا ولمش بتعود على لبس البشت بس قال على التصوير من لبس البشت لا فيه أصول للبس البشت أعطي الأصول أعطي لبروتوكولات هاي كاملة وإذا أعطاني الخيط والمخيط أنا قدامه في العرس طول الوقت سوي كذا وقف له بالمشتار انت شوف لازم أعطيك جهاز من عندنا ترشو هو ايربيس مثل هذا شايفو تلبسوا للمعرس نفسك نبس المعرس ايربيس وانت المايك عنده أكون مرات منبه على المعرس أقول لك خلي عينك معاي أنا هناك خلي عينك معاي شو المعرس يقعد وعيني معاي حساب أنا عايزة أرجع معك شوية لورا البداياتك مثلا أي شخص بيبدأ مجال جديد أكيد بتقابله شوية تحديات أو صعوبات ولازم يتغلب عليها أكيد يعني يتسأل لك السؤال ده إنه شمعنا مجال أزياء الرجال ده حاجة بسيطة ومش تقدر تضيف فيه أكيد توقيه لك الانتقاد ده في البداية كان إي ردك؟ لو كان الانتقاد عندي أكثر لأني أنا في مجال البنوك أنا يعني قبل أن تدخل مجال الأزياء أنا موظف بنك ومسؤول في بنك بس كان عندي موضوع شغف البشوت على الهامش ما أخذ نص وقته الثاني عدار البيت طبعاً بس فيه بعد البنك في مجال البشوت أرجع وقابل عملاء وقابل كذا وأبحث في الموضوع أبحث في البشوت تاريخ البشوت تاريخ تطورها البشت عندنا مش بس زري وخامة ومع السلام لا فيها بروتوكولات فيها أماكن فيها ألوان معينة تلبس الصباحي فواتح والمسائي غوامق ممكن الناس كان يطلبون من ناسبات صباحي كان يطلبون أسود فأسألهم نفس السؤال المعتاد التدخلي أتحشر يعني في الموضوع عندماك راح تلبس بشت ومرين على سالفة تحشر هذه في ناس في من نجوم هوليوود المعرفين أثناء زياراتهم مثلاً الخليج كانوا يطلبون يكلموني يقولون طالبين بشت لفلام أتدخل في هالموقف يعني أسأل البشت راح يلبس بالطريقة عارفين الطريقة أقول لك نصرف نفسنا أقول لا ما في نصرف نفسنا بس ممكن أكون موجود تقول لها أوكي تعالي موجود ترى الفنان أو الممثل كان ناوي يلبس البشت على جينز ويطلع يتمشي فيه أنا هاي عندي خط أحمر طبعاً التراث والزي الإماراتي وزي العربي بشكل عام يجب احترام سهي أتدخل في هالموضوعها حكيت ياب تلبسوا بشكل صح الهدفي مش ربحي البشت هدية من عندي أنا بس يلبس بالشكل الصح أوكي شو الشكل الصح أبدأ أفصل من الكندورة للغترة العقالة أطلع بالشكل الحلوي يكون نجوم هوليوود بعد التغيير بعد ما يلبس بالطريقة الصح راح يعني شاف استحسان من الجمهور وشاف استحسان من باقي المثلين كانت توصني رسائل شكر وتقدير منهم وبعدها تم الاستعانة فيه من منتج لأحد الأفلام فيه فيلم صور في أبضبي مؤخراً ورح يعرض إن شاء الله في آخر السنة فيه بيرس بروسمن وبطراليات رامي جابر ومايك ونك كانون فيه مجموعة من الأسام اللامع إن شاء الله لابسين فيهم بشت؟ في التصوير؟ بشوت مش بشت كانوا موجودين في العالم العربي من ضمن قصة الفيلم عشان ما أحرق عليكم يعني فيه قصة سرقة ومن ضمن القصة مرة واحدة رح يكونوا موجودين في بلد عربي بدون ذكر أسماء فرح يكونوا مرة واحدة يعني كانوا مصاحين من حلم ولابسين لبس عربي كامل فأنا كان جل اهتمام إن ما يطلع اللبس العربي بالشكل البشر اللي تعودنا على الأفلام الأجنبية الشكل العربي سيكون حاطرة فوطة بس وعقاب يعني هاي ما متلاحظة مشكلة أو متلاحظة مشكلة أحياناً نحنا نحنا كبشر عاديين لما منروح مثلاً بدنا نلبس مثلاً اللباس الموريتاني مثلاً في عندهم اللباس هاي و اللفة في إلها تكنيك وفي إلها طريقة لو جينا لبسناها بطريقة خاطئة رح يزعلوا منا صح مثل لها مثل كيف الكوفية عندنا تاني يجي واحد لفف الكوفية على إيده مثلاً هيك نعم شو هاي؟ لا هاي مش هيك هاي هيك يعني فيه فيه طقوس لكل الوطن العربي خاصة بما أنه حديثنا عن البشت بس أمجد الأستاذ حسام ذكر بلد عربي بدون ذكر أسماء لهيك يمكن الناس اللي من بره الخليج إذا شافت البشت أو إذا شافت مثلاً زي معين ما رح تعرف هذا إماراتي، سعودي، بحريني اللي بره الخليج كتير صعب يقدروا يفصلوا أو يقدروا يميزوا خبرني شوي اللي بميز زي الإماراتي كيف إذا إحنا شفناه فعلاً على التلفزيون رحلول آه هذا إماراتي مثلاً في هالموضوع شوي ممكن يكون يعني شائق إلا تشوف الفروقات أمامك مثلاً زي الإماراتي بدون بدون القبل غير السعودي غير الكويتي غير شمال شبه الجزيرة غير العماني يعني فيه بس بشت مشترك؟ عنصر مشترك التوب بشكل عام بس شكل التوب مختلف يعني عمان ما فيه عقال في العراق وشمال شبه الجزيرة العقال الغليض عندنا العقال الوسط واتطور الموضوعي على مدى الفترات السابقة بسبب الأسفار وطبيعة البدو ورحل من أماكنهم تشوف وصل مثلاً العقال الفلاني إلى المنطقة الفلانية رغم من العقال العراقي مثلاً أو وصل بشت العراقي إلى شرق شبه الجزيرة من ترحال البدو ومن جودة الصناعات يعني أجود أجود بشوت كانت بشوت النجف وبشوت الأحساب السعودية وأجود عقال كان العقال السوري في شمال شبه الجزيرة وانتقلت حتى بصلت لشمال مصر أو لغرب أو لشمال أفريقيا نعم موجود البدو عندهم عناصر مشتركة في هذا الموضوع وفي مرة مراحل تطور الزية الإماراتي أفريق دائماً كان مميز ورح نشوف هذا الموضوع في صور جديد لو بحثت عن صور في الإمارات صورت من مصورين نفس بورخارت وولفرد ديسجر شوفي ترحالهم في الإمارات وفي عمان وفي باقي الدول العربية رح تشوف اللبس الإماراتي مميز كان مميز بطريقة مثلاً لبس الدقلة من عناصر التي كانت تلبس تحتها مثل الكوت الطويل اسمها الدقلة تميزوا وشيوخها بالذات أو شيوخ الإمارات في لبس الدقلة فوق محزم السلاح باقي الدول الخليجية رح تشوف الدقلة فوقها محزم السلاح يعني عندهم استايل في الإمارات بالذات في استايل مختلف وأنا مميز شوي محتاجة طلاع طبعاً طلاع خبرات السنين هاي قدرنا نميز شو ميز الإمارات يعني سنشوف الصورة من بعيد عارفينها إماراتية ولا عمانية ولا من أي بلد تاني صحيح ممتاز أنا عندي سؤال أمجد كمصمم أزياء بتقدر تختار القماش المفضل مثلاً أو اللازم أو الأصح إلى اللبس الصيفي ازاي وإلى اللبس الشتوي ازاي وإيه الفرق ما بين القماش ده وقماش الأعراس أو المناسبات بشكل عنه صحيح بالنسبة للأقمشة المختلطة طبعاً الصيفية شيء طبيعي راح تكون الأقمشة الخفيفة وللشتوية الأقمشة الغليظة أنا ما حاولت أكون مع المودل حاولت أرجع إلى الخلف يعني إلى الماضي اللبشوت كانت من خامات تقليل من كانت من وبر طبيعي حالياً طلعت المكائن أنه ما عاد فيه الغزلة طبيعي الغزلة اليدوي للبشوت انقرضت هاله صحيح من ضمن مقتنياتي في عندي بشوت أعمارها تراوح مئة سنة تقريباً تشوف الخامات الأصلية الجميلة فكان من ضمن الناس اللي تطلب بشوت مثلاً أو تركز تسألني على البشوت أسأل حاب نفس الشيء العادي نفس كل الناس ولا تلبس على الأصول التراثي على الأصول تابع لي بالد Alma على الأصول فيه الغزلة اليدوي مثلاً كله أنا أشجع على الغزلة اليدوي أكثر من المكان أخير من الغزلة اليدوي أندر وأغلى لكن سبحان الله يعني الكش ها تجي من أصل الشيء يعني أصل البشت كان في الغزل اليدوي ما كان في القماش الياباني أو القماش السويسوري أو الإنجليزي بيعتمد على طلب الشخص أنا بالنسبة لي أفضل الغزل اليدوي أفضل شغل اليدوي من الألف إلى الياء بس يبقى غالي قوي حسان يعني إذا هتطلبه دراتي من حد أو هتطلبه منك هتديني مبلغ وقدره بس في بعض الأحيان يعني سعره فيه سعره فيه وأنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة يعني أتنازل عن سعر البشت كامل لو عرف تلبس البشت على الأصول لو ناوي تلبس البشت على الأصول حلم أنك عندك رسالة دي أكتر حاجة أنا حباها إنك أنت عندك رسالة عايز توصلها أكتر منه أسلوب ربح أو بزنس ولو أسلوب ربح يعني عادي يمكن نزل مثلا نسوي كميات تجارية ونبيع والسواحي يشتروا بس أنا كنت نبع لكل واحد شارب يشت ناوي تلبس البشت على الأصول مهما كان مر علي والله من نجوم هوليوود وملا فارق عندي لا نجوم هوليوود مع كل احترامي بس مش فارق عندي حد تلبس لباسنا العربي باحترام اللباس وصلك هدية إذا ناوي تلبس على ستايلك أنت سامحني صح راح تكون القطعة موجودة أكيد راح يكون في معك شوية أخطاء بس أنا يعني أنت دخلت معانا شوية في البشتة أنا توقعتك تكون لابس بشت ونعطيك موسيقى الصلاة والسلام عليها هيك دخلت معرس جد على فكرة مش غلط الوحد ممكن نعملها تمثيلية بصباحي بطريقة صحيحة لنبين أهمية التراث الإماراتي ولكن بدي أسألك عن شغلة قديمة بما أنه تكلمت عن جمالية الأشياء القديمة والتراث القديم الأخزام حسام تعرفوا الأخزام يعني أكثر ناس بيلبسوا أهل أبوظبي أهل الأعين أهل البادية نوعا ما أديش في الناس مهتم فيها لا طلع فترة ورجعها نام بس أديش مهتمين فيها لا الشيوخنا الله يحفظهم في عندهم رسالة بعد نفس الشيء يعني في بعض المناسبات التراثية تشوف الشيخ محمد بن زايد لبس الأخزام تشوف الشيخ محمد بن راشد في معظم المناسبات لبس الأخزام هذه رسالة أن نرجع الماضي فالأخزام موجود البادو لا يزال يلبسون الأخزام شيوخنا لبسوا الأخزام في مناسبات أنا أنا الناس مهتم جدا في الأخزام وعلى الطريقة القديمة يعني أدور صناع الأخزام أو صناع العقال القدمة علشان يصنعوا لي الأخزام هذا بالطريقة القديمة يعني ما أهمني البشت تصنع بطريقة مكينة خلال عشر تقاق أو نص ساعة يكون منجز بشت لا بالنسبة لي أنا فقط قيمت حلو أن يكون حد تعبان فيه حد يسويه بضمير وعلى الطريقة القديمة يعني عن جد ما في أجمل من أنه يكون البشت مصنوع بحب حسام نتشكرك كثير على هالمعلومات القيمة وانت عن جد فخل لدولة الإمارات لأنك قاعد عم بتحافظ على زيها التراثي وخصوصا البشت اللي إحنا منشوف إنه هو هلأ بلشوا الشباب بيستغنوا عنه شكرا كثير لإلك نورتنا العفو هذا واجب أقل واجب نقدمه تجاه الوطن وتجاه التراث ونفس ما أخبرتكم أنا في خدمة التراث ذات التراث الزي الوطني مشكورين على الاستضافة والله يصبحكم بالخير نورتنا رح نطلع بريك ومن بعد هرأجاك شكرا اشتركوا في القناة